جميلة مية دي بلناسبه لكم أنتم دا unit 12 . دي واحدة كتبه كتبة كتبهه اسماء رنكل and time هنشوف في الركابة بتاعتنا المهاردة معناه منظف او يوضح او يدير غمود لكتشر بتيجي نوم بتيجي فرب لكتشر معناه محاضرة او يحاضر لنفكشن معناها واقعي هي عكس فكشن خيالي تويذر لاند يعني دولة سمعت البسرة بتي الكرمات بتاعت اللسنينج عندنا هنا البرامر بتاعنا عن الموضر فرب لكتشر لد القرس وBMولة شك به أشياء الموضر تحريب منهم التي تسري بطبيعها بطبيع الذي أسرح لقد تحذى او يجب من يدخل كيف يفعله او شيء تحتاج وتهالى تحريب اجب أن تخذيهم بالطبس يجب أن تتخذيكم طريقة مزيدة صعير قوية صعير قوية صعير قوية قوية قرية أروا探حين و لكن أخبرت شيئا يجب أن يكون مزيدة أو مهمة أنا أتفضل يكبد شبك أربما فقد نسفل أم أن تقول دائما أخبرتها لذلك يجب أن تستطيع الاجتماع. تبقى في السماء، لا تستطيع الاجتماع. يجب أن يجب أن تكون لدينا المشكلة. كنت تعديم المناسبة. كنت تعيبها بعد القرارة في الشيء مهم لدينا هذه المواقع. عندما أخبرنا هذا، يجب أن ندفع السماء، وكما أخبرنا. أخبرنا's سأخبرنا أيضا. وح 벌تنا من التجارة سأخبرنا أيضا. ممنوع، غير مسموح بي نتم ينفع اشتركه هنا غير مسموح بك اما للنفي ايه؟ ليستعادم don't او doesn't have to دا طبعا في ال-a في ال-present we didn't have to في ال-post don't or do not have to or needn't دول النفي أو lack of necessity. عدم الضرورة. She isn't late for school so she doesn't have to or needn't hurry. هي مش متأخرة فمش مضطرة أو مش ضروري ناعي تسرع. The past بقى قلنا didn't have to plus infinitive. أو needn't have plus past participant. احنا عندنا حكتين لل past. didn't have to with infinitive. أو needn't have with past participle. But the meanings are different. في فرق فالمعنى. الفرق بين didn't have to with مصدر و needn't have with تصفه التاريخ. تعالوا وشوف. I didn't have to buy more bread. أنا مش محتاج أو مش ضروري أشتري عيش. We already have a lot. إحنا فعلا عندنا. ده معنائي I didn't buy bread because we have some. يعني شازم أشتري عشان أساسا عندنا فأنا مشتريتش فعلا. ده معنائي I didn't have both more bread. ما كانش لازم أشتري. We have already a lot. يعني I brought. أنا أشتريت. But it was not necessary because we have some. يبقى ده مش لازم أشتري فأنا مشتريتش. ده ما كانش لازم أشتريه. يعني أنا دي اشتريت. بالفعل ومجمت من اشتريت. أوكي ده الفرق في الإيه. فالمعنى ناخد بنا لأن الحاجات الإستثناءات دي. أو حسنا السواء دي اللي بيجي فيها الإيه. التشوز أو بيجي فيها الأسئلة. نشوف هنا. My sister made a cake. You must try it. It's lovely. يعني هو لي اختيار إنه يقول لا أف. لذلك أختار مصد مش هفته. We can walk to the bookshop if you want. But we don't have to. ولا mustn't. The bus goes there. We will. We can walk to the bookshop if you want. إحنا ممكن نمشي ال bookshop لو عايز. But we don't have to ولا mustn't. The bus goes there. فيه أوتباس بيروح هناك. معنى كده إيه. Don't have to. مش لازم نمشي. فيه بس بيروح. You mustn't ولا don't have to run next to the swimming pool. You might fall over. 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 Strong advice. In England. Most people have to. ولا must. Work until they are 67. لازم يشتغلوا ولا مش. عندهم اختاروا ولا عندهم مش. Choice. ولا مش choice. مادام not choice. They have to. I must ولا have to buy some bread from the shops. Don't let me forget. Don't let me forget يعني أنا لازم اشتري بدي حاجة من ايه. Important. تمام؟ يبقى. Must. Something important. We needn't have ولا didn't have to. Run to the museum. Because it was already closed when we got there. احنا رحنا. يبقى needing to have ولا. Didn't have. احنا رحنا فعلا. كانش لازم الوحدة مقفول. يبقى needing to have run to the museum. كانش لازم نقلي. هو فعلا مقفول. بس ايه؟ روح. بس ايه؟ Poor Walid broke his leg yesterday. and had to go. ولا needing to have gone to hospital. طبعا. حد توفوك. هل لازم يروح. ولا واحد يكسر تقوله مش كنه. تمام. نخب بس ايه اسألة اكتر عليها علشان تثبت اكتر. لازم يروح. لازم يروح. لازم يروح. الكتابة اسمها مادلان. اوكي. احنا البلدسي هنشوف كلمات. وبعد منقرأ القصة بتكلم عني. هي قصة مطيفة وخفيفة مشاكل. concentrate يعني يركز. concern. concern. يهتم وتجي اهتمام. عندما تجي نعوم بتجي verb. defeat. برضو تجي نعوم بتجي verb. يعني يعزم او انهزام. evil. شرير. كده adjective. وممكن تجي نعوم بمعنى شر. gap. فجوة. نعلم طبعا. manage verb. بمعنى ينجح فيه او يتمكن او يدير. rule. بتجي verb. بمعنى يحكم. بتجي نعوم بمعنى قادة او قنون. نشوف كده بتكلم عن ايه. a wrinkle in time. wrinkle دي معناها تجعيد في الوجه الاو حد سنة كبير. فهي يعني تجعيدة في الزمن او حاجة كده في الزمن. يعني هي بتكلم عن انتقال من الزمن والمكان. ميج ماري is a school girl. تبنوتا اسمها ميج ماري. who finds life difficult. حسن الحياة صعبة. her father is a scientist. والدها عالم. and he has been working on a project. that allowed people to travel into space. when he suddenly disappeared. هو كان مشتعب فيه. مشروع بيسمح الناس تنتقل للفضاء لما فاد أختفع. he has been missing for more than a year. فدر مختفي مدت أكثر من سنة. one day a strange woman called Mrs. Watson visits Meg. her younger brother is Charles and their friend Carl. is called Camazos. she tells them that they can find their father by traveling through a gap in time and space. تدر يدروا يلقوا والدهم لو انتقلوا عبر الزمن ويرفضوا من خلال فقوا فيهم. The next day ten يوم Mrs. Watson and her friend. Mrs. who and Mrs. which. she means Watson and who, which. transport Meg, Charles and Calvin to a planet called Camazos. where they say that children will find their father. وما قالوا انهم هيلوه الباب هناك. however the planet is ruled. وما ذلك الكوكب محكوم by something like a big evil brain called it. محكوم بمخ كبير وشرير اسمه it. when Charles tries to fight it. لما Charles حاول يحارب it that the brain wins. هو اللي كسب and soon controls everything that Charles says and does. the brain هو اللي كسب ويبقى يتحكم في كل حاجة بيقولها او يعملها Charles. Meg finds her father but when she and Calvin try to help Charles. بس لما حاولوا يساعدوا بقى Charles علشان يهرب من تحت سيطرة اليت. the brain starts to control them too. بده هو يحكموا بمه كمال. أو يتحكم فيهم. at the last moment their father saves Meg and Calvin by transporting them to another planet called Excel. في آخر اللحظة الأبس الأنقل زميق بقى Calvin ويناقلهم في بلانت تاني أو كوكب تاني اسمه Excel. but they have to leave Charles behind to receive Charles. he's still controlled by it. لسا يتحكم فيه. هناك سالي meet Mrs. Watson again. في الكوكب الجديد نقبلها تاني. she said that only Meg can save her brother. هي بس لتقدر تنقصب أخوها. she said that Meg has something that can defeat it. هي عندها حيقة تقدر تذمليا it. but she must discover what this is for herself. هي لست تكشف إي الحاجة دي. So Meg travels back to the planet Kanazats alone. رجع التاني الوحدة اللي البلانت Kanazats اللي عليه أخوها. she is frightened. كات مرعوبة طبعا. but slowly she relies that she has a power that it doesn't have. بس مع الوقت تكتشفت اللي عندها قوة إت مش عندها. مش عنده الكوة دي. the power to love. كوة الحب. she concentrates ركزت on her love and her concern for her brother. ركزت على اهتمامها وحبها الأخوها. and suddenly Charles becomes free from its control. وفاجأ بقى حر من تحكم أو تسيطرت it. Meg and her brother managed to travel back to earth where they land in vegetable garden of their home. خلاص إدرو يرقع تيم للأرض. ويرقع للحديقة الخضرات بتاع بيتهم. here they find that all their family Calvin and Mrs. Watson are safe. اكتشفوا كن كل العيلة وCalvin صديقهم and Mrs. Watson. كلهم بخير. دول كده. unit 12. هي بفضل لرفو unit. إن شاء الله. Thank you. Goodbye. Now my next video. Take care. Bye. Bye. And you can see I'm more sure شكرا